تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا بالبيئة العمانية وما تحويه من موارد طبيعية ويأتي المؤتمر الإعلامي لإعلان محميات الطبيعية الجديدة ليؤكد حرص هيئة البيئة لإشراك المجتمع وإطلاعه على خطتها التنفيذية لعمل المحميات الطبيعية والسعي لتطويرها واستدامتها هذه المحميات تتكون من تنوع أحياء فريد في كونها طبعا مناطق ذاته أهمية بيئية وهمية طبعا سياحية فلذلك تم الإعلان عن هذه المحميات بحيث أن تحفظ وتحافظ على هذا التنوع الأحياء الفريد فيها أيضا المحمية طبعا لها جوانب اقتصادي أخرى مثلا الجانب الاقتصادي كاستثمار الاستثمارات البيئية السياحية في العديد من هذه المحميات فطبعا المحمية ما فقط مجرد أن أرض تم تحديثها كمحمية يمنع فيها كل الأنشطة وغيرا لا هي طبعا المحمية قابلة لاستثمار قابلة للتنمية وخلال المؤتمر الإعلامي دار نقاش حول المحميات الجديدة والكشف عن الخطط التي رسمت لإقامتها وما ستضيفه من أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية حيث تم التأكيد على أن اهتمام سلطنة عمان بالجوانب البيئية لا سيما المحميات يمنحها اهتمام كبيرا لحماية الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض والحفاظ على مكوناتها وتنوع تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية ثرية كما تعزز السياحة البيئية والجوانب الاقتصادية وصلنا إلى الآن حوالي 15 فرصة استثماري خلال سنتين ماضيات وحاليا نتوقع انتهاء من إجراءات توقيع على خمسة عقود في محميات مختلفة المحميات الثلاثة المعلنة بموجب مراسيم 23 و24 و25 للعام 2024 تقع في محافظات لا توجد فيها محميات سابقة وهذه فرصة للاستثمار تحديدا في جانب السياحة البيئية حيث المناطق هذه تقع ضمن إقليم جبال الحجر في سلطنة عمان وهذه بيئة خصبة لأعمال أنشطة التخيم وكذلك المشي القبلي وتنزه وبعد إصدار المرسوم السلطاني بإنشاء ثلاث محميات جديدة وهي محمية الجبل الغربي ومحمية الظاهرة الطبيعية ومحمية واحد البريم الطبيعية ليصبح عدد المحميات في سلطنة عمان ثلاثين محمية طبيعية بمساحة تقارب خمسة عشر ألف كيلو مترا مربعا حيث أكد المتحدثون في المؤتمر أن سلطنة عمان تسير وفق خطط مدروسة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان عشرين أربعين فيما يخص البيئة وصون مواردها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في مختلف الجوانب وتحقيق ما تسعى إليه سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام الفين وخمسين المؤتمر الإعلامي لإعلان المحميات الطبيعية الجديدة في سلطنة عمان أوضح الملامح الحقيقية التي ستقوم عليها المحميات وما يترتب عليها من نتائج وأبعاد اقتصادية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وصون الحياة الفطرية محمد بن عمير الهنائي محافظة مسقط